بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا ناخد بقية simple linear regression analysis يعني تحليل الحضار الخطي البسيط اتفقنا قبل كده ان regression equation y hat equal a plus bx وقلنا y بنحط عليها 8 صغيرة كده اللي يلايات يعني برنيتة كده صغيرة يعني اسمها estimated y عشان دي المعادلة اللي انا بقدر من خلالها خد بالك بقى هنا اللي بيقول ايه تقول يا الله انا واخدينهم قبل كده بال division او بالانحرافات هنا بقى حناخدهم بالمجمية هو ده الفرق بس يعني بص بقى الفورمولة بتاعت بيه بقيت ايه n summation x y minus summation x summation y divided n summation x square minus summation x all square خد بالك بالفرق بين summation x square و summation x all square هنشوفوا احنا بنحل ال a y bar minus b x bar نفس الكلام يبقى احنا غير الوقت غيرنا ال b بس y bar summation y over n x bar summation x over n قلناك كلام ده ميت مرة قبل كده where y dependent variable متغير تابع وقلنا ليه اسمها تابع عشان هي بتتغير تبعا لتغير ال x ال x independent variable او متغير مستقل ال n number of values او observations اللي انا حدها لك في المسألة a ob constant والب اسمها stop of the regression line حلوة نفس الكلام تعالوا بقى f test اللي هو عاوزين نعمل test لل equation بتاعت ال regression دي عشان نشوفها هل هي significant ولا لا هل هي سليمة ولا لا هل هي تصلح لل prediction او ال estimation او ال forecasting بلا لا نفس الخطوات sum square of regression s s r بصوا بقى الفورمولة حتختلف ليه لان انا هنا بياناتي بال summation بقى b square summation x square minus summation x all square divided n ده اختلف الخطوة التانية sum square of total s s t summation y square minus summation y all square divided n ده اختلف بصوا بقى من بعد كده فيش اختلف خلاص اكننا بنراجع sum square of error s s e التوتل اللي جايبينها في الخطوة التانية minus regression اللي في الخطوة الاول يعني s s t minus s s r ما فيش اي اختلف الانوفا تيبل وقلنا الانوفا يعني ايه اختصار كلمة analysis of variance خدنا ال an من analysis وخدنا ال o من off وخدنا ال v a من variance يعني تحليل التبين analysis of variance جدن من خمس خنات source of variation regression error total نفس الكلام sum of square s s s s r s s e s s t ودي احنا جايبينها قبل كده قبل ما نخش الجدول degrees of freedom او درجات الحرية df one ون minus two هي هي mean sum of square m s s هنقسم السم على degrees يعني الخانة اتنين على الخانة تلاتة تدينا الخانة اربعة وبرضو نفس الكلام بالنسبة لل error الخانة اتنين على الخانة تلاتة تدينا اربعة اللي فوق على اللي تحت هيدينا f c يعني هنقسم m s s باللتاع ال r على m s s بتاع اي جبنا f c تعالوا نقارن بينها وبين ft تقول لي هتدينا ft او طبعا given بس حديلك كزا واحدة وانت تختار التي تناسب المسألة احنا هناخد مين هناخد اللي هي degrees of freedom بتاع المسألة لو f c greater than ft يبقى معنا كده يعني المعادلة سليمة وممكن تنبأ من خلالها f c less than ft يعني غير معنوية وكانت بي used for prediction لا يمكن استخدامها في التنابل الcoefficient of determination اللي هو r square هنجيبه مين من الانوفا وإحنا قلنا إيه إحنا قلنا إن إحنا هنستخدم الفورمولة الأولى كفاية أهي r square equal s s r على s s t طبعا s s r هي sum square of regression والs s s t is sum square of total واللي اتنين عندنا أصلا لازم نفسر r square لما يطلع r square بنعملها percent ونقول percent اللي هتطلع دي of the total variation in y explained by the variation in x and الباقي بقى بتاع المية في المية explained by the otherwise نفس الكلام اللي قلناه يشوف أكد نحن بنراجع بالزبط standard error of estimate s y x برضو من الانوفا احنا قلنا هناخد ايه هناخد الفورمولة التانية على طول كفاية قوي اللي هي الروت بتاع msse تعال نشوف ال s y x تعال نروح للانوفا تيبل هناخد الخانة بتاعت ال m s s ننزل لغاية ال error وناخد الرقم ده نجيب له الروت يبقى s y x نشوف مسألة suppose we have the following data انا عندي شوية بيانات بتقول لي ايه اخد بالك بقى البيانات شوف طبيعة المسألة اختلفت ازاي النوع الاولاني بتاع المحاضرة اللي فاتت كنت بدي لك وانت اللي بيجيب كل حاجة هنا مش هتجيب حاجة ده البيانات جاهزة عاوض التست وميدي لك F103 وF105 تاخد التي تناسب المسألة على طول منطقي كده ان minus 2 ب3 بانت هتاخد الاولانية 10.1 المهم estimate y when x equal 10 انا اللي بحدد لك ال x كام اللي انا عاوز اعمل اجيب ال y المقابلة لها ثم عاوز ال r square وال r وال s y x يعني عاوز coefficient of determination coefficient of correlation standard error of estimate يلا نجيب ال x bar الاول submission x over n 20 divided 5 equal 4 كل حاجة موجودة ال y bar submission y over n 46 divided 5 بقى 9 point 2 كل حاجة موجودة خد بالك بقى اول اختلاف اهو بقى n submission x y minus submission x submission y divided n submission x square minus submission x all square كل حاجة موجودة ال n 5 submission x y given 154 minus submission x مدهلك 20 submission y 46 divided n مدهلك 5 submission x square مدهلك 106 minus submission x اللي انا مدهلك بس الرقم ده اللي هو 20 اعمله انت square خد بالك بقى ميزت بقى الفرق بين submission x square و submission x all square يعني هنا submission x square انا هدهلك جهزة submission x هدهلك بس انت اللي تعمل عليها square المهم هتطلع negative 1.15 خد بالك ال b هنا ايه بال negative y bar minus b x bar يبقى y bar احنا جايبينها ب 9.2 minus b negative 1.15 time x bar before خد بالك negative time negative positive هيطلع 13.8 دلوقتي بس نقدر نعمل ال regression equation اه يبقى y hat estimated y حط عليها برنيت كده او 8 صغيرة فوق y 13.8 اللي هي الايه minus 1.15 x لان b هنا طلع بال negative نعمل 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 لها test number one s s r مختلف بقى الفورملا هنا b square summation x square minus summation x all square divided n b هنا طلعت negative 1.15 بس نعمل لها square summation x square given 106 minus summation x 20 square divided n 5 يطلع 34.4 جميل second step s s t برضو هنا مختلفة summation y square minus summation y all square divided n summation y square انا مدها لك 460 minus summation y مدها لك 46 بس عليها square ثم ال n 5 يطلع 36.8 number 3 s s e تعال ناخد ال s s t اللي في الخطوة التانية اللي هي 36.8 تعال نطرح منها 34.4 هيطلع 2.4 تعال نعمل الانوفا على فكرة من اول الخطوة ثلاثة فيش اختلاف بقى خلاص على المحاضرة اللي فات source regression error total ال s اللي هو sum of square انا جايب كل حاجة s s r جايب ها بكام 34.4 حطها s e انا جايبها بكمل الخطوة التالتة 2.4 حطها s t انا جايبها كامل الخطوة التانية 36.8 فيش اختلاف ال df 1 ده connaissance وبعدين n minus 2 هي ال n عندي هنا 5 minus 2 3 ال 1 دي connaissance وال negative 2 دي connaissance تعالوا نقسم s s على df يدينا m s يبقى 34.4 تعالوا نقسم s s على df 2.4 divided 3 تبقى 0.8 تعالوا نقسم العل تحت يعني 34.4 divided 0.8 يطلع 43 يبقى أنا جبت lf c تعالوا نجيب lf t ناخد any واحدة ناخد lf 1 و3 بناخد lf التي تقابل degrees of freedom بتاعتنا اللي هي 10.1 واضح إن lf c greater than ft يبقى the regression equation is significant المعدلة سليمة وcan be used for prediction يعني ممكن أستخدمها في التنبؤ طب أنا عاوز أتنبأ بكم أو عاوز أعمل استمد بكم آه بx 10 تعالوا نرجع بقى للمعادلة 13.8 minus 1.11 0.15 ونشيل x ونحط 10 تطلع 2.3 الر square equal ssr على ssr ارجع لل ssr من الانوفا تطلع 34.4 والss t كانت 36.8 يقسمهم يطلع 0.93 يوعى تنسى السطرين اللي احنا بنكتبهم 93% of the total variation in y is explained by the variation in x and 7% by the other y 7d got منين بقيت 100% 100% 93% تبقى 7% ما فيش كلام عاوزين الر هي الرود بتاع r square الر d like coefficient of correlation تعال نجيب الرود بتاع 0.93 هيطلع 0.96 بس تطلع ايه بالنجيتف والبودتف لان الرود دايما بيطلع لي الاشارطين طب ناخد البودتف ولا النجيتف لا ناخد النجيتف ليه لان البي اطلع فوق كده هتلاقيها بالنجيتف اصلا هي كانت نجيتف 1.15 ارجع للمعادلة طيب النجيتف قالت لي انها ان 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 و 0.96 يعني 0.8 قالت لي ان ها strong SYX اللي هو standard error of estimate اخر حاجة هات الروت بتاع msse ارجع للانوفا تابل لو جيب الMSS وانزل لغاية ما تعمل intersection مع الerror هتلاقيها اعملوا intersection في 0.8 هتلاها الروت هتطلع 0.89 نشوف مسألة كمان ان نب 7 سمميشن X49 سمميشن Y 98 سمميشن XY 717 سمميشن X square 371 سمميشن Y square 1410 عوز regression equation وعوز test of significance وعندي F 105 6.65 استمي y when x equal 15 عوز R square عوز R عوز S Y X نتمرن بقى يال X bar summation X over N 49 divided 7 equal 7 Y bar summation Y over N 98 divided 7 equal 14 10 B B B يتساوي ايه اصلا خد بالك عشان طالما يدي لك البيانات summation يبقى انت تستخدم القانون بتاع summation N summation XY minus summation X summation Y divided N summation X square minus summation X square الN عندي ب7 كل حاجة given انت مجرد بتعود تعويض مباشر فهتطلع 1.107 الA فيها اختلاف لا ما فهاش اختلاف Y bar minus B X bar الY bar ب14 والB لسه جايبها 1.107 وعندي X bar ب7 يطلع 6.251 تعال نعمل المعادلة بتاعتر الRegression Y hat حطت hat يعني 8 صغيرة عشان decimated Y 6.251 plus 1.107X حطيت الA والB مكانهم عاوزين نعمل تاست SSR B square submission X square minus submission X all square divided N بيحنا جايبينها 1.107 نعمل لها square ونفتح subtract submission X square 371 minus submission X اللي 49 وعليها square وبعدين بنعمل divided N اللي هي 7 يطلع 34.3 الSST برضو بقانون submission submission Y square minus submission Y all square divided N submission Y square مدها لك 1410 minus submission Y مدها لك 98 نعمل لها square divided N اللي هي 7 يطلع 38 طب الSST يجبها ازاي SST minus SSR خلاص من اول هنا فيش اختلاف تطلع 3.7 يعني 38 minus 34.3 يطلع 3.7 الانوفا تيب خلاص حفظنا بقى خمس خنات source of variation regression error total SS DF MSS FC اكتب حتى بالرموز كتب مش لازم نكتب ابدا بالالفاظ SSR احنا جايبينها فوق 34.3 SSE جايبينها في الخطوة الثالثة 3.7 SST جايبينها في الخطوة الثانية ب38 DF1 ده constant وان minus 2 الان هنا ب7 minus 2 يبقى 5 تعالوا نعمل SS divided DF يطلع MSS 34.3 ما لازم تطلع هي هي مش بنقسم على 1 37 دفايد 5 يطلع 0.74 وبعدين اخد بالك من الرقم ده هنعمل اللي فوق دفايد اللي تحت 34.3 دفايد 0.74 يطلع 46.35 هنقارن بايه نقارن بالFT اللي هي F كام وكام 105 جبتهم من من الDF ودي هتبقى 6.61 بس ممكن ادي لك F1 و3 وF1 و7 ادي لك شوية حاجات انت بتاخد التي تناسب المسألة الFC greater than FT طبعا لان دي 46.35 ودي 6.61 يبقى اذا معنا كده ان الرجريشن اكويشن is significant وكان بي يوز فور بريدكشن يعناها ان معادلة سليمة ومعنوية وجوهرية ويستخدم في التنم استميط Y وان X equal 15 انا اللي دايما بديك الX انت كل اللي بتعمله بترجع للمعادلة اللي جبناها في الخطوة الاولى اللي هي الرجريشن اكويشن وتعوض فيها عن الX 6.251 plus 1.107 تشيل الX وتحط 15 فتطلع 2.856 Coefficient of Determination R Square الس R عندنا والS S T عندنا تعالوا نقسمهم على بعض 34.3 divide 38 يطلع 0.90 تعالا نفسر من غير ما اقولك لازم تكتب السطرين بتوع R Square 90% of the total variation in Y is explained by the variation in X and 10% by the otherwise جات منين 10% بقيت ال100% طب حاوز اجيب R الroot بتاع R Square يعني root 0.90 حيطلع بالminus والplus هيطلع 0.94 احط minus ولا plus احط plus ليه لان المعادلة كانت البي بالplus اصلا اللي هي 1.107 كان قبلها plus طالما plus يبقى معنا كده يبقى يعيه يبقى العلاقة direct و 0.94 0.8 or more يبقى العلاقة strong مطلوب الاخير standard error of estimate S Y X تعال نجيب الroot بتاع MSSE روح للانوفا table وناخد MSS وننزل لغاية ما نعمل intersection مع E وإحنا فاكر لما قلت لك خد بالك من الرقم ده هو الرقم ده 0.74 تعال نجيب له الroot يطلع 0.8 كده كده متحالي تعودنا قوي على regression أول مرة يمكن تخضينا من ال steps الكتير لكن دلوقتي خلاص تعودنا علي قوي أعتقد هذا شكرا لحسن الاستماع اشتركوا في القناة